رغم أن شهر رمضان شهر التوبة والغفران مناسبة سانحة للإقلاع عن كثير العادات السيئة إلا أن عديد مدخنية السجائر أو بالأحرى مدمنيها لم يتمكنوا من ترك سجارتهم في الشهر الفضيل فبمجرد حلول الأذان يسريع المدخنون إلى سجارتهم الأطباء حذروا من هكذا عادات عقب الإفطار في رمضان لتأثيرها البالغ على القلب والأوعية الدموية كون مدخنية السجائر مباشرة بعد الإفطار في رمضان يتعرضون لحالة من رحشة الجسم ارتعش والأرجل والأقدام بالإضافة إلى الدوخة حيث أن تدخين سجارة بعد فترة قطاع طويلة يستثير جميع آليات الدفاع في الجسم فيساهم هذا السلوك في تصلب الشرايين بالإضافة لارتباكات أخرى في جهاز الهضم كما تشير دراسات إلى أن التدخين عقب الإفطار مباشرة يزيد نسبة الوفيات المرتبطة بالقلب في رمضان وفي الوفيات المفاجئة لدينا الحالة في الانسان كامل لكن كما يزيد الوفيات المرتبطة بإضافة لأنقلب الوصف سيقوم بالقلب من التدخين لأنقلب الوقت على التدخين لذلك يجب أن نعطي لأنيكوتين نعطي لأنيكوتين لأنقلب الوقت لإنشار الوقت لأنقلب الوقت على التدخين ويبقى شهر رمضان المعظم فرصة للإقلاع عن تدخين أحد المسببات الرئيسية لأمراض العصر المستحصية فتعاطيك للسجارة نقمة وصحتك نعمة ويبقى الاختيار لك أنت شكرا